اشتركوا في القناة 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 مع أن حقبة التسعينيات عرفت هيمنة وزراء على قطاعات محددة لفترة طويلة ولكن ذلك ظل استثناء نادر الحدوث ولم يفهم الكثيرون سرعة تغيير وزير الخارجية حمادي الميمو الذي يبدو أنه اصطدم بأحد اللوبيات النافذة في الحكومة ورغم أن الرجل سياسي بامتياز ودبلوماسي يوصف بالخبرة وذو معرفة بالكواليس إلا أن ثم تغموضا يكتنف سرعة المغادرة أما الرجل الأكثر حضرة في هذا التعديل فهو وزير المالية الذي جمع له قطاعان حكوميان اكتسب أهمية كبيرة واعتبرت في العرف العام مكافأة وتشجيعا له على التفاني في الدفاع عن سياسات النظام المثيرة للجدل كبيع المدارس وارتفاع سعر الوقود بينما لم يتفهم كثيرون مغادرة خبير المالية سيد أحمد ولل الرئيس الذي اعتبرت أطراف عديدة أنه ربما أخرج من التشكيلة الحالية ليكلف بمهمة كبيرة كالوزير الأمين العام للرئاسة أو لقيادة الحوار أو للعمل على ترميم جانب من سياسات النظام لات الأهمية المستقبلية عاد موضوع الحوار السياسي في موريتانيا إلى المربع الأول بعد تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا بين الأمين العام للرئاسة والرئيس الدوري للمنتدى تقول مصادر رسمية أن سبب التأجيل يعود إلى تغيير النظام لاستراتيجيته بشأن الحوار نتابع عاشت الساحة السياسية الموريتانية خلال الأسبوع الماضي على وقع لقاء مرتقب بين الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولايو المحمد الغضف والرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني لقاء قيل حينها إن النظام سيقدم خلاله ردا مكتوبا على ممهدات المنتدى لكن اللقاء تأجل إلى أجل غير مسمى ولأسباب وصفها رئيس المنتدى بالمجهولة مصادر غير رسمية تقول إن اللقاء تأجل لأن النظام غير استراتيجيته بشأن الحوار حيث يسعى إلى تقديم رد مكتوب مصحوب باتفاق إطار سيسلمه للأحزاب السياسية بدل رئاسة المنتدى وهي خطوة تؤكد أن النظام ليس مستعجلا بشأن الحوار السياسي وأن تبادل الأطراف تحميل بعضها البعض مسؤولية تعثر الحوار قد تمتد لفترة أطوله في غضون ذلك يواصل المنتدى مهرجاناته السياسية في ولايات واكشوط يندد خلالها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويدعو للاحتجاج ضد سياسة النظام الحالية وهو أسلوب يقرأ فيه بعض المتابعين محاولة للضغط على النظام من أجل الرضوخ لشروط الحوار عبر حشد الجماهير ودعوتها للخروج إلى الشارع ويتوقع أن يتجاوز العاصمة واكشوط إلى بعض مدن الداخلة لكن أسلوب الاحتجاج يقول موالون إنه لن يشكل ورقة ضغط على النظام حيث سبق وأن جربته المعارضة وكانت يومها ترفع شعار رحيل النظام لكنه آل إلى الفشل وعدلت عنه إلى حمل شعارات أخرى أكثر واقعية لكنها أقل تأذيرا وربما تكون أقصر نفسها تجدد احتجاج شباب حراك منشاري جزوال للأسبوع الثالث على التوالي في العاصمة النوكشوط تنديدا باستمرار غلاء أسعار المحروقات في موريتانيا على الرغم من انخفاضها في الأسواق الدولية هذا وتثير أسعار المحروقات جدلا منذ أسابيع وتقول الحكومة أن تخفض الأسعار غير ممكن في موريتانيا ما لم يتم تخفضها من قبل البلدان المصدرة للنفط هذا حراك حراك مجتمعي وراء مطلب مشروع هو نقص سعر لنقل المازوت أي معنى قزوال نتيجة لماذا؟ لأن حكومتنا قبضت في سنوات سابقة أنها ربطت سوق سعر النفط داخل الوطن بسعار العالمية والآن المازوت ليترو يوصل بورنواك شوط 110 وقية تقريبا وتجعلها جميع الضرائب والجمركة وبما في ذلك التخزين يالله يعود سعره 180 وقية وهو ينباع بذلت 184 معناها أن الدولة تقبل من مواطن 208 وقية وهنا نبقى نعرفه ذلوجه القابضة به الدولة من المواطن الذي تفرشنه يكانه هو دعم المواطن للدولة وهذا شيء غريب ولقى التخلق والله يكان المواطن يخلص دين قديم عدلت له الدولة وقالت أنها في دعم قديم قدمت له لذلك يالله تخلصك عشياء كثيرة منها الصحة منها التعليم منها الأمن معناها المقاربات معناها أن هذا القزوان الذي لا يقوله رواية أنه يدخل جميع مناحي الحياة المواطن من نقل من أكل الشرب لأن المستوى متوسط دخل الفرد في موريتاني والأسرة في موريتاني تقريبا 40 رفوقية تعتبر التحديات الأمنية ممثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات من أبرز التحديات المشتركة التي تواجه بلدان القارة الإفريقية وتتجدد هذه التحديات من حين لآخر جراء الهجومات المسلحة وعمليات التهريب المنتشرة جراء هشاشة الحدود ونقاط العبور بهذه البلدان نطبع تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب ثالث يشكل أبرز التحديات التي تواجه معظم بلدان القارة الإفريقية وخصوصا بلدان الساحل والصحراء نتيجة المساحات الشاسعة للبلدان وتشعبها وكذا سهولة اختراق الحدود والمعابر لمعظم هذه الدول ويتجدد الحديث عن محاربة هذا الثالوث وضرورة التصدي له من حين لآخر نتيجة تلاحق الأحداث وتتالي الهجومات المسلحة وإحباط محاولات إدخال المخدرات وتفكيك العصابات فقبل أيام تعرضت مدينة تنبكتو لهجوم مسلح على فندق باليميري حيث توجد بعثة تابعة للقوات الأممية وهو الهجوم الذي تبناه لاحقا تنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وقبل ذلك بأيام أحبطت موريتانيا عملية محاولة إدخال طن وثلاثمائة كيلوغرام من المخدرات إلى أراضيها عبر البحر إحباط قال وزير الداخلية الموريتاني أحمد العبدالله إنه استمر ثلاثة أيام وتم نتيجة تنسيق أمني وصفه بالمحكم وصفا منفذ العملية أيضا بالعصاب وقبل ذلك بأسابيع تم إلقاء القبض على السلفي الهارب من السجن المدني في غينيا وهو السلفي المحكوم عليه بالإعدام وقيل إن القبض ألقي عليه بينما كان سيعبر الحدود ربما لتنسيق مع بعض المجموعات الناشطة في المنطقة وتشهد عواصم بلدان الساحل من حين لآخر هجوما مسلحا على أحد الفنادق أو المطاعم الموجودة بها وهو ما بات يشكل مصدر قلق لأمن واستقرار بلدان القار ويبحث قادة إفريقيا من حين لآخر في مؤتمرات إقليمية وشبه إقليمية وأحيانا دولية الموضوع الأمني كأبرز تحدي يواجهها ودفعت على إثره الثمن باهضا حيث سالت دماء عديدة وباتت كيانات دول وأنظمة مهددة بفعل سياساتها وآليات مواجهتها لهذه التحديات ورغم الحديث الرسمي المتزايد في بلدان القارة عن التنسيق الأمني بين البلدان إلا أن الإرهاب والمخدرات والشريمة المنظمة تظل تحديا ماثلا وبقوة نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الناطق باسم الحكومة يقول أن قضية فريق مدرسة نسيبا استغلت بطريقة لا تخدم وحدة وتناسك المجتمع الموريتاني مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مرسوم يقضي بتعديلات بعض معود القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي الإرهاب وتهريب المخدرات تحديات نمنية تواجه بلدان غرض القارة الإفريقية رغم الاستراتيجيات والتكامل الإقليمي بين البلدان ممكنكم مشاهدين الكرام مطابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة تبرى صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع الإرهاب وتهريب المخدرات تحديان الاستراتيجيات الأمنية لبلدان غرض القارة الإفريقية التاسعة نشرة أخبارية مفصلة بحول الله دمتم في أمانته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر